مرحبا أصدقائي معكم محمد سبلبل أنتم على قناة شفاء النفس. بدي أتحدث اليوم عن أفلام ربما لن تتوقعوا أني سأتحدثوا عنها، أعتبرنا الضروري أن تشاهدوها، وسأشرح لكم السبب ليش لازم تحضروها. لابد أن ممكن لحظته أني أحب تنزيل صور عن الطبيعة، وعم نزل غالبا أغلب الأحيان صور عن طبيعة روسيا لأنه فيني أعتبر أنه روسيا ما أكل حقها بالتوريزم بالسياحة، ومجمالا بيكل شيء كثقافة كل الثقافة الأمريكية والإنجليزية والجميع بيفتخرون أنهم بيحكوا بالإنجليزي وبالفرنسي وحتى بيستحوا من هويتهم العربية، هذا الأسف ما يحصل مع التلاميذي، كثير هاش الظاهرة منتشرة في لبنان، بيخجلون أنهم بيحكوا عربي، ما بيحبوا يحكوا عربي، ما بيخجلوا من هويتهم العربية، ونزلت اليوم صور لبحيرات من كبردينة بلكاريا، كبردينة بلكاريا وهي كبردينة بلكاريا هي جمهورية من جمهوريات روسيا ذات الأغلبية المسلمة واقعة في القوقاز، في القوقاز الشمالي، وقرية ستي الله يرحمه، أم والدتي، والدة والدتي كانت موجودة في جمهورية كبردينة بلكاريا، حتى خالتي، إحدى خالتي، هلأ آشي هونيك، وهي القرية اسمها زولسكا، تبعت حوالي 30 كم عن مدينة بيتيغورسك، لكن جدتي روسيا وجدتي أوكرانيا، تعرفوا ممكن، وعاصمة كبردينة بلكاريا هي مدينة نالتيك، الكبردين والبلكار هم من شعوب القوقاز الأصلية، في القوقاز أكثر من 60 قومية، منهم الشيشان، الشركس، داجستان، كبردين والبلكار، وفي القوقاز تمرسل ست جبال القوقاز، وفيها أعلى جبل في أوروبا، جبل ألبروس، الذي يبلغ ارتفاعه 5,642 متر، صراحة أتمنى أن أقضي سنوات حياتي الأخيرة في جبال القوقاز، وكما تعلمون أنا ولد في مدينة بيتيغورسك، التي تبعد عن جبل ألبروس حوالي 90 كم خط مباشر، إذن الأفلام، الأفلام كالموسيقى، الأدب والرسم، تساهم إما في شفاء نفوسنا أو تشويهها، إن شفيت النفس قد يشفى الجسد والمصير، وإن شوهت النفس فلا مفر من المرض الجسدي ومرض المصير، تمرض النفس حين تتعلق بالدنيا وتصعب بالكبر، بالتفصيل وبشكل مفاجئ يتحدث عن الكبر سيرجي نيكولايوتي لازاريف في كتابه أو في كتابيه أوجه التكبر وتجاوز التكبر المتوفران بترجمة لدى دار قرأني، كتاب أوجه التكبر وتجاوز التكبر لا يقدران بثمن لا مسيل لهما، يكشف فيهما لازاريف التكبر بطريقة مفصلة عميقة ومفاجئة لم يكشفها مثله أحد في تاريخ البشرية، وأنا مسؤول عن كلامي، سبق أن ترجمتهما في العام 2019، لكني أعدت ترجمتهما وأصبحت الترجمة أفضل بكثير، وقد ساعدوني في تحسين الترجمة بشكل عام، الترجمات بشكل عام، سيدة لوراد والسوف، السيدة اكتمان علي حسن، وقال لي اقتنائي الكتابين، أوجه التكبر وتجاوز التكبر، تواصلوا مع دار قرأني عبر موقعها، الذي أمامكم على الشاشة. ولاحظ أن ترجمتي طبعا وقت أبلش الترجم في 2018 كانت ضعيفة، وكان في أخطاء كثيرة مطبعية وغير مطبعية، لأنه ما كان عندي خبرة، أنا فكرت أنه يكفي إعادة قراءة الكتاب مرة واحدة بعد ترجمته، وسألاحظ الأخطاء، ولكن تبين لاحقا أنه يجب إعادة تحرير قراءة الكتاب على الأقل مرتين ثلاث، أحيانا أن نقرأهم خمسة مرات، وكل مرة نجد أخطاء مطبعية وغير مطبعية، إذن أعود إلى الأفلام، إذن تمرض النفس حين تتعلق بالدنيا، فتقع في الكبر، وقد تتعلق النفس بأي شيء كان، بما في ذلك الروحونيات الأخلاقيات المبادئ المثل المستقبل للإنجاب وأي شيء آخر. كيف تظهر الشيطنة؟ من أين تأتي نزعة الشيطنة؟ الشيطنة هي نتيجة تقديس الروحونيات، مفاجئ، ومفاجئ خاصة لمن لم يقرأ لازرف، من اليوم روحاني لكن لا يميز بين الرحانية والحب، فيقدس الرحانية، غدا سيصبح وغدا حقيرا منافقا كذابا متسلطا طغية، أو سيصبحون كذلك أنجاله، فاليوم يكون الروحاني روحانيا يقدس تصوراته السامية بما فيها تصوراته عن الله، وغدا سيبدأ بكره كل من لا يتناسب مع تصوراته، كل من لا يتفق معه، كل من لا يندرج في إطال تصوراته، فيحتقرهم ويكرههم، ثم يدعو للقضاء عليهم وإبادتهم، يظهر التعلق حين نضع أي شيء في المقام الأول بدل وضع الحب في المقام الأول، لأنه حينها تتضخم الأنا خاصتنا، تتضخم الإيغو، فنشعر أنفسنا مركز الكون، نشعر بأن على جميع رغباتنا ونزواتنا أن تتحقق، وإلا نزعل نصاب بالإحباط، نبحث عن مزنبين، نرفض الحياة، نكتئب، وإلى آخره، إذن هناك أفلام تساعد في الشفاء أو بالأحرى تساعد في تخفيف التعلق، سأكشف لكم ما هي هذه الأفلام في الجزء الثاني في الحلقة المقبلة، إن شاء الله، إلى حينه أتمنى أن تكتبوا في التعليقات ما هي الأفلام التي أقصدها، ما هي نوع الأفلام التي أقصدها، أذكركم بتوفر كورس شفاء النفس السبيل إلى السعادة من تأليفي لإقتناء الكورس، تواصلوا معي عبر رقم الذي أمامكم على الشاشة عبر الواتس أب، تابعوني في الحلقة القادمة من كل بد، ولا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو والانضمام إلى القناة، ترجمة نانسي قنقر إبعونا، إنه تقليل ترجمات من تنسي قنقر وaros الثاني في الحلقة المشاركة،